بدون أي مقدمات النهاردة معي أربع أسئلة في امتحانة السنوية العامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطلبات الله بالصف في السنوية أرحم بكم مع مصر محمد علي وفيديو جديد أيها بالضبط زي ما سمعت من ثانيتين ثلاثة النهاردة إن شاء الله تعالى جاي أقولك أن أنت معاك أربع أسئلة في امتحانة السنوية العامة مش هزور بكلامك بجد الدرس اللي معانا النهاردة حرفياً في كل الامتحانات اللي فاتت دور أول دور تاني عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين كل الدفعات اللي فاتت أو آخر دفعتين في التابلت هو لازم يجع علي أربع أسئلة طب إيه هو الدرس ده بسرعة الدرس ده هو الدرس التالت في الواحدة الأولى علم نفس اسمه مبادئ التعلم الجيد وأسل السكار الفعال الدرس البسيط الصغير ده اللي أصلاً إحنا بنحبه لأنه نفعنا في المذاكرة هو الدرس ده طب فين الأربع أسئلة الموضوع بسيط جداً المبادئ التعلم الجيد عليها سؤالين أسل السكار الفعال كمان برضو عليها سؤالين مش هطول معاك ولا هقول لك أي تفاصيل غلما نروح عندي الأسئلة وتجهز وراء وألم لأن فيك كلام مهم جداً عايزك تدونه عندك إن شاء الله وزي ما احنا في السلسلة بتاعتنا إزاي نعرف نحل ولكن فكرة إن يكون معايا درس فيه أربع أسئلة في امتحان سنوعة عامة موضوع كبير جداً في الله بينا تجهز وراء وألم حصاني عند الأسئلة إن شاء الله يلا بينا السلام عليكم حتى الله ورکاته عزيزي الطلب وطلبات رجعنا لبعض مرة تانية ومعينا الورق أو الألم دي مسؤوليتكم وأنا مسؤوليت إن شاء الله إنها هقول لك الأربع أسئلة بالضبط فيه الدرس ده الدرس ده لو أنت مذكر كويس أو حابب تعمل عليه مراجعة سريعة دلوقتي هتقول إن الدرس عنوانه مبادئ التعلم جيد وص سكار الفعال هتجيب الورقة اللي معاك الصغيرة دي وتقسمها الورقة اللي معاك تقسمها نصين نص المبادئ التعلم الجيد نص ليه أسسكار الفعال وهنا يكتب رقم خمسة وهنا يكتب رقم أربعة ليه؟ لأن انا عندي خمس مبادئ للتعلم الجيد وعندي أربع أسس للإسهزكار الفعال خلينا دلوقت في الخانة أو في الناحية أو في الورقة الخاص مبادئ التعلم الجيد اللي هو ما كان خمسة عشان التعلم بتاح حضرتك بتاح حضرتك وانت نازل من بيتك يكون جيد وفعلا تستفيد من الحسة أو المحاضرة لانت رائحها هي اللي هتساعدك. تعال نشوف كده. دفعية. سبك بقى من دوافع الانسان ودوافع الحيوان. انا بتكلم بشكل مطلق. لازم يكون عندك رغبة واراضة وهدف وحلم وتموح وتطلع الى وقوة داخلية ومحرك داخلي. كل الكلمات دي فيما معناه لو جاتلي في الامتحان انا هاختر طبعا الدافعية والتعلم. جميل جدا. ده المبدأ الاول. حلو. المبدأ التاني يا مصر بتكلم عن التعزيز. حطي اللي كده بنكسين الدافعية قبل الفعل. الدفعية قبل الفعل. التعزيز بعد الفعل. عقب بعد الفعل. سبعا كان تعزيز ايجابي او تعزيز سلبي. انا كان. ايجابي يدخل علي الشعور بالرضا. مكافئة وعطاء وسناء ومدحة تعزيز كل حاجة ايجابية وهدية ومدلية و لاب توب و اسمها تعزيز ايجابي وكل حاجة تيجي بعد الفعل بس فيها شعور بعدم الردة اسمها تعزيز سلبي عقاب ومنع وحرمان وضرب وزل وزم ولوم وتوبيخ كل ده بعد الفعل فبنسميه تعزيز سلبي اي ان كان هو عمل ايه بعد الفعل مش فرق معي انهم انه بعد الفعل فانا بختار التعزيز يا شباب كده مبدأ اين المبدأ التالت بتكلم عن الممارسة والممارسة هي الاداء هي المزولة والممارسة نوعين لو انت سمعت كلمة تقسيم وفترات راحة اعرف ان هي ممارسة موزعة لو هو مكسف ومركز وما فيش اي فترات راحة اعرف انها ممارسة مكسفة او مركزة طيب بعد كده المبدأ اللي بعده المبدأ الرابع الدور الايجابي للمتعلم السؤال هنا بيكون رامل موضوع عليك انت رامل موضوع عليك انت بمعنى ولك الطالب عمل اعداد الطالب عمل مناخشة الطالب عمل انشطة الطالب دون الطالب سأل الطالب 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 فلا نختار الضور الإيجابي للمتعلم هروح بعد كده للمبدأ الخامس والأخير اسمه قابلية التعلم للانتقال يعني ايه الناس يقولك انتقال أثر التعلم يعني انت تعلمت شيء كويس تمام؟ أنا عايز أتأكد انه جيد ولا مش جيد اللي انت تعلمت ده تعلمت بشكل كويس لو فعلا كان تعلمت بشكل كويس هينتقل معي في المواقف المشابهة بشرط يكون المواقف مشابه ويكون حصل فيه يعني واحد مثلا يتعلم كرة اليد فالكلام ده ساعده في تعلم السلة مسلا اه نقوله هنا ينفع يبقى التعلم بتاكورة اليد كان جيد لانه ساعده في حاجة تاني واحد التعلم مجموعة مصرحات في اللغة الإنجليزية فده ساعده في اللغة الألمانية فنقوله هنا التعلم جيد ليه؟ لانه انتقل من تأثير مسبق الى تأثير لاحق عليه خمسة خلصوا تخيل دول خمس مبادئ التعلم الجيد هيجعلهم سؤالين انت متخيل يعني خمس نقاط واحدين تحت اربعة خمسة بيجعلهم سؤالين السنوية العامة وعشان نريحك شوية يعني مش الراحة يعني عشان نليحك شوية اكتر عشان تذكر بضميل غالبا السؤالين بيكون عليهم جدل يعني الناس بتقعد تتنقش عليهم كتير بس تعال كده افرجك على مجموعة اسئلة كده طيب تعالي شو السؤال الاول يقول وائل محمود يجب ان تكون طموحا انت تكون طموحا حلو ولكن هذه الطموحات من الافضل اسمعني بقى ان تقسم تعال فرجك على حتة دي كده ان تقسم الى مجموعات الطموح اللي عندك متخلوش لوفها واحدة خليه مجزة من الاهداف الصغيرة فسلم المجد لا يمكن صعوده بخطوة واحدة وهنا الاجابة ظهرت جدا 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 سلم المجد القمة التوب مش لوصلها بخطوة واحدة وما لتعمل ايه خطوات تجزق الموضوع فانت عايز تختار ايه عايز تختار ايه ممارسة موزعة هو ده اللي صح هو ده الممارسة الموزعة هتقول لي جات ازاي هقول لك هو الرجل قال لي اسم اعمل تقصي صح كده يبقى ممارسة موزعة طيب تعال نشوفوا سرقه ام اتنين يقول ان اسم منصور المثابرة تغلب الذكاء والصبر يغلب الحظ والعبرة دائما بالنتيجة المثابرة يعني ايه المثابرة يعني الدافعية يعني العزيمة يعني الاراضة يبقى انا هعلم على كلمة المثابرة تمام عشان طهر بس انا اخترت ازاي كلمة مصابرة انا علمت عليها واخترت كلمة الدافعية والتعلمة شوف سؤال كمان يقول انتول فرانس ابحث انت ابحث انت عن المعرفة فالمعرفة لا تبحث عن احد ابحث انت تعالش عن كده خليك انت ايجابي حاول دور ابحث اوه متحرك من مكانك يبقى ابحث انت دي معناها الدور الايجابي للمتعلم يبقى هنا هاختار ايجابية المتعلم عشان قال ابحث انت وانا قلت لك في السؤال بتاعها بيرمي المسئولية على المتعلم او الطالب ناخد سؤال كمان يقول انا طول فرانس تسعة اعشار التعلم تشجيع سوينا مصر معليش التشجيع ده بيكون اه بزبط تعزيز حد بيشجعني انا حد بيعززني او بيكافئني بيهنا اخترت تعزيز والتعلم دي كان بس اربع نقاط كده على اسس لا على مبادئ التعلم الجايد دلوقتي نشوف اسس الاسسكار الفعال لما انا دخلت القضاء بتاعتي لو يعني كده ربنا اكرمني وهداني وبعدت عن الشيطان خالص بقى وضغوط الحياة وقلت خلاص انا اعدي المسئولية انا هدخل لزاكر يعني تمام ده نفترض يعني المفروضة عشان المذاكرة بتاعتي تكون فعالة يبقى معاك اربع اسلحة او اربع عناصر او اربع اسس الاسسل الاول ان انت مضيحش الوقت على الفوض ويكون عندك انتباه قاعد فعلا بتركيز طب نجيب منين الانتباه يا مستر اه قلنا كتير جدا والله على الارض وفي سنتر وفي كل حتة زي نجيب انتباه طيب المبدأ التاني يكون معايا الرغبة يا مستر يا مشكلة مش مزاكرة مشكلة في النفس يا مستر ما فيش نفس اللي مزاكرة ما فيش قابل يا لأ لازم يبقى عندنا حاجة اسمها زيادة الرغبة في الاستسكار طب دي نعملها ازاي قلنا كتير جدا هنقول تاني وتالت ورابع لحد دي يوم اللي امتحام بليل هنقول ازاي تجيب رغبة من جواج عشان تزاكر كده مبدأين انتباه وزيادة الرغبة في الاستسكار المبدأ التالت ان يكون فيه مشاركة نشطة مش همسك الكتاب وخلاص واروح بقى في النوم الورا وانزل هالكتاب كده بوشي لقدام وخلاص واروح في النوم لازم يكون فيه مشاركة نشطة هنقول دلوقتي نعملها ازاي ورقم اربعة ما عودتش اقرى ساعة ساعتين اراية اراية وانا مش فاهم حاجة في حاجة اسمها طرق القراءة الجيدة يبقى انا لازم يكون معايا اربع اسس تعال كده نتفرج مع بعض الاساس الاول لانتباه هتبقى منتبه لو انت مخصص وقت معين شروق بقى الغروب الغصق الفجر الظهير وخيلول اي وقت تكون انت مخصصه ولو انت مخصص مكان جيد مكان بقى فيه تهوية فيه اضاءة جيدة المهم ان انا بتكلم عن البنية التحتية او المكان اللي محيط بك يبقى لو اتكلمت عن الوقت وتكلمت عن المكان ده انا بتكلم عن الانتباه اتخلص من المشكلات النفسية اي بقى اكتئاب واي حزن واي بقى مشدة كلامية ومشدة لفظية كل ده يوديني للشرود للسرحان عدم صفاء الزهن خلص انا كده عرفت ايه الكلمات المتعلقة بي الانتباه في الامتحان بعد كده بتاعنا نشوف مع بعض كده زيادة الرغبة في الاستسكار ازاي حد مش عايز اقول بقى بتوع أدبي والمشكلة اللي عندنا والضغوط والناس بتبصيلنا نظرة مش حلوة خالص احنا لو وصلنا لكده يا جماعة وصلنا نفسنا لكده اللي هو يا عمى لقدب انا اذاكر ليه في حد دخل سنوية عامة ويقول الكلام ده في حد دخل سنوية عامة ويقول عن نفسه الكلام ده او يقنع نفسه بالكلام ده مستحيل طبعا انت عايز ايه بعد كده من الناس ما هو اكيد هينزول لك نظرة مش تمام لان انت خلاص الرغبة في المذاكرة ما بقيتش موجودة عندك وانت اللي عملت كده في نفسك طب ازاي اجيب رغبة في المذاكرة ازاي اقنع نفسه ان انا لازم اذاكر انا ببقى وانا بره البيت ببقى عايز ذكر بس بروح بيتي اعرفش اللي بيحصل في حاجة غلط بتحصل يعني اقول لك كده غلط اللي بيحصل ان انت بتنسى انت برر بيتك سمعت كلمة من ده وسمعت كلمة من ده وسمعت كلمة من ده فحبيت انك تزاكر فحبيت انك تعمل حاجة لنفسك روحت البيت نسيت نسيت الهدف نسيت نسيت خالص جماعة انا بقول لطلب عندي كلم نفسك كلم حلمك في البيت قل لي حلمك انا جايلك خلاص كلها كم شهر وجايلك يا حلمي يا حلمي انا بص حلم ده مش واحد صحبي لا حلمك ده هدفك يا هدفي كلها كم شهر. يكون معاك طول العمر و تبقى جزء من اسمي و جزء من حياتي تبقى في بطاق تي و تبقى في شهادة التخرج بتاعتي وتبقى في جوازي تبقى معايا كزا حاصل على كزا و تبقى معايا في الجيش بتاعي و انت كمان يا استاذة و يا بنتي و يا اختي الشهادة بتاعتك دي و الكلية بتاعتك هتبقى معاك على طول ده حاصل على كزا دي معاها شهادة كزا. فكلم الحلم بتاعك بقى الفترة دي. الترات اربعة شهور الجايين دول دلوقتي احنا فواخر اتناشر اهو كلموا بقى لحد شهر اربعة لحد شهر خمسة. كل يوم تقول له خلاص الخطوات قربت. قربت ادخل عليك. يا حلم بتاعنا قربت اجيلك. خلاص. يا اما لقدر الله كلها اربع شهور وخلاص وانا وانت هنتفارق للابد. لا هينفع بعد كده اقول انا هدخل كلية كزا ولا هينفع بعد كده ان انا اقول كالنفسي في كلية كزا. فكلم حلمك ده. الحلم بتاعك ده اتكلم معاه. حسسوا ان انت خلاص باكى عليه جدا. اللي هو انت متعلق بيه مسألة حقيقة وموت. لو انت حسيت الاحساس ده فعلا هتقوم وتحارب وتكافح عشانه. لكن اللي هو مش فرق معاك. ما تزعلش مني وما تزعلش من حلمك كمان لأنه كمان هيسيبك. انت اللي بتفرد فيه وانت اللي سايبه. فما تزعلش بعد كده. مش هقولك بقى بص حواليك. مش هقولك بص الوالدتك. بص الوالدك. مش هقولك بص التعب السنين. بص كم سنة بتدقي وكم سنة عندها دي وكم سنة سنوي. شوف السنة دي بالتحديد تلت سنوي انت تعبت فيها قد ايه. شوف انت نزلت كم مرة دروس. شوف انت كم مرة اخرت في الشارع. شوف انت كم مرة وقفت. شوف انت كم مرة قعدت في قاعة وفي محاضرة. وتعبان ومخنوق وجايب اخرك. شوف كل ده هيروح في تلات اربعة شهور حرام. حرام. بجد حرام. شوف مصاريف والدك. مصاريف والدتك. تعبها وصهارها معاك الليالي كلها. علت الهم بتاعتهم اساسا. كل ده حرام يا جماعة بجد والله لو حطيت ده كله قدامك. لا ده لو ده ده لو نص ده اه مشلول خالص. لو انا مش قادرة تحرك هقوم وهحاول وهعافر زي ما بيقولوا. وهوصل ان شاء الله. هوصل عشان في حاجة بعد كده من استنيك. انت تستهلها وتستحقها والله العظيم. في نظرة عينين كده هتشوفها يوم النتيجة ان شاء الله من والديك. دي تستحق الدنيا كلها. دي لو ينفع تتقرر كل يوم. انا هعيش طول عمري وانجح في السنوية ويبصوا للبصة دي تاني. وانجح تاني ويبصوا للبصة دي تاني. في يا جماعة احساس معين كده هتحسوا بعد السنوية ان شاء الله ربنا يكتبوا لكم كلكم. احساس مختلف والله العظيم احساس مختلف. ونظرة ودموع فرحة وحاجة كده. بيبقوا حاسين ان هم فعلا عملوا انجاز. هم فعلا عملوا اللي متعملش. ابنهم رفع رأسهم ولا بنتهم رفعت رأسهم في حت تاني خالص. بيبقى عايز يمشي في الشارع ويقول للناس ان ابن نجح في السنوية العامة. وحتى لو كان ادبي وحتى لو يعني اقول لك ايه. يكفي ان انت بس ما خزلتوش. يكفي بس ان انت ما خزلتوش. مغرفش الحتة دي ممكن اقصها من الفيديو ولا اشيلها من المونتاج ولا ايه مش عاير بس هي حتة اخدتني. انت لازم تاخد الكلمتين دلوقتي. لازم. ارجع تاني الموضوع ازاي اجيب رغبة في المذاكرة. هات صورة البابا. صورة الماما. حطهم قدامك. وقول لهم يشهد علي الله عز وجل. اشهد علي ربنا ان انا هحاول ارضيكم. ان انا هحاول اسعدكم. دي اعتقد ان دي كفيلة انك تكون رغبة للمذاكرة. هات صورتك يوم النتيجة. وشوف الناس هتبصلك ازاي. انت عايزوا ما بصلك ازاي. حط الكلام ده قدامك هتجي لك رغبة في المذاكرة. طب يا مصر عشان ندخل الامتحام عنا. ازاي بقى اختار زياد رغبة للاسكار. تفكير في الاهداف. كتابة الطموح بتاعك. كتابة الاحلام بتاعتك. اتنافس مع ازايك. حدد وقت الانتهاء من المذاكرة. ما تسايفش الموضوع قبين. لان الوقت هيسرح منك. لأ. حط كده انا اخر الساعة عشرة. طب دلوقتي ساعة تمانية خلاص بقى قدام ساعتين. تفش يجربون. وهكزا. دي من وسائل زياد رغبة في الاستكار. بعدها هيب عند المشاركة نشطة. يعني ايه مشاركة نشطة? يعني حرام عليك. اعدتك على الكتاب من غير الم. ما ينفعش. انت جندي. انت راجل داخل بتحارب. انت داخل معركة داخل حرب بيتكسر بيتخسر. ما ينفعش تسيب السلاح بتاعك بره. لازم تكون واخد سلاحك معك. الالم ده لازم يكون معك. الالم ده هو سلاحك. لو سقط منك الالم ويع منك الالم خلاص شكرا انت جاي تعمل ايه? جاي معركة من غير سلاح. جاي من غير السيف بتاعك. ما كل فقرة كل فكرة قريتها ايه اللي سفدته? ايه اللي فهمته? ملخصها ايه? ايه اللي انت طلعت بيه تختاره وبنان عليه في الامتحان? فلازم يكون عندك تدوين. يكون عندك مراجعة. يكون عندك كتابة ملاحظات. تسجيل بيانات. بيسمها المشاركة النشطة. واخر عنصر المفروض استخدام القراءة الجيدة. ازاي تكون القراءة جيدة? قراءة بفهم. طب ازاي اقرأ بفهم? استعرض المادة بشكل عين. ادي زهنك. اه كده زي تنبيه. يا زهني خلي بالك احنا ندرس درس. اه في عنصرين اساسيين. مبادئ التعلم جايد? استعرض عامل المادة بشكل عين. والتعلم الجايد دول خمسة. والاستذكار الفعال ده اربعة. خلاص يا عقلي? انت استعرضت معي عشان بس ما بقاش فيه مفاجآت بعدين. انا بس بما اهد لك. بعد كده ابدأ اديره الخطوط العريضة. ابدأ ادي له الخمسة. ادي له الدافعية والتعلم. ادي له التعزيز والتعلم. ادي له الممارسة والتعلم. ادي له الدور الاجابة للمتعلم. ادي له بعد كده قابلية اثر التعلم من الانتقال. وابدأ بعد كده ارصد له الخطوط الرفيعة بقى خالص. اللي هو العناصر المنسادلة او المدرجة تحت كل عنصر من دول. خطط له عليهم كده بقلم صغير. ده بخط عريض شوية. وده بخط اقل شوية. انت كنت بتبدأ تعمل له خارطة زينية. هيبقى فاهم معيك كويس جدا. دي من وسائل او طرق القراءة الجيدة. استعراض المادة. مع زردا. استعراض المادة بشكل عام. بعد كده تحديد الخطوط الاساسية. تحديد الخطوط الفرعية. ربط المعلومة الجديدة بالمعلومة القديمة. حركة العين بتبقى ماشية مع يقاع الكلمات عشان ما تسرحش وتروح في حتة تانية. كده يبقى انت عملت اسس اسكار الفعال. وعذر لو كنت فعلت في جزئية معانة من الفيديو. بس غصب عني حرفيا يعني. يعني يعلم الله عز وجل مكانتكم عندي قد ايه. في ناس كتير وعمري ملتقيت بها. كل العلاقة اللي بينها هي بس. مسألت الكومنتات. لكن فعلا يا جماعة. يعني ان شاء الله ربنا يحطكم في اماكن افضل مني بمليون مرة. وتحاولوا انت تفيدوا الناس قدر المسطأ. ان شاء الله تعالى بازن الله. تمنا فيكم اوامل فيكم الخير بازن الله تعالى. طيب تعالى نشوف كم سؤال كده. وبعد كده ندخل على الاربعين سؤال. اربعين سؤال متجهزين ان شاء الله تعالى عشانكم على الدرس ده. طيب تعالى كده نشوف خاولة بتقول ايه? تقول خاولة الكزويني لتكن اعمالك مصغية دائما الى صوت هدفك. لازم تسمع هدفك. هدفك لازم يتكلم جواك. لازم يوسره. يقول لك حققني. حققني. انت تقدر توصل للهدف ده. يعكس القول السابق طبعا زيادة الدافعية. يبقى احنا هنا هنختار زيادة الدفعية. اوزران لشباب. زيادة الدفعية. عرفتها منين يا مصر? عرفتها من كلمة هدفك. تمام. عند سؤال رقم اتنين بيقول. لا تسمح لاي مشاكل او اعمال جانبية ان تقاطعك او تشتت تركيزك. يبقى او عايزك منتبه طبعا. يبقى انا هختار هنا تركيز الانتباه. نروح لسؤال رقم تلاتة. بتقول اصطلقي ممسكة بالدفتر. ورق معها. والقلم. وحلم اللي هو الهدف. وانغمس فيه افكاري. وابتأكتب واشتغل. طبعا هنا المشاركة النشطة. القلم والدفاتر او التدوين دي مشاركة نشطة. رقم اربعة بيقول. وراء كل كتاب نستعرضه. يعني نستعرضه. يعني نعمل اطلاع عامل المادة زي ما كنا بيقول لنا شوية. يبقى انا هنا بعمل حاجة اسمها طرق القراءة الجيد. القراءة الجيد. ليه يا مستر. عشان بيقول لي هنا اهو. وهتدخط كمان استعراض المادة كلها. طيب. تعال بقى نروح للاربعين سؤال بقى اللي مجهزينه عشانك. بس يا رب بقى تكون قدر مسؤولية وتكمل فيديو الاخر واديني كومنت بقى كده زريف صغير كده. وقل لي انا كملت الفيديو الاخر. طيب تعال نشوف كده. السؤال الاول يقول لكم فيشيوس. ازا قدمت الناس وفق قوانين او اسف ازا قدت الناس وفق قوانين اجبارية وهددتهم بالعقاب سوان يا مستر بقى. هو ايه اللي فيه عقاب يا مستر? التعزيز? اه بالزبط كده. اللي فيه عقاب واللي فيه مكافأة هو التعزيز. تمام جدا. يعني ينفعها وفينها ما تكملش? اه. ازا كنت انت تأكدت من السؤال خلاص. متكملش وابدأ اختار. طيب سؤال رقم اتنين. يا قلت مس اديسون. انا لم افعل اي شي عن طريق الصدفة. مش حاجة جاءت في حياة الصدفة. ولا اي من اختراعي جاءت عن طريق الصدفة. بل جاءت عن طريق العمل. يعني ايه الكلام ده? يعني جاءت عن طريق دور ايجابي. مفيش حاجة هتجيلك بالصدفة وانت نايم. لا. لازم يكون ليك دور ايجابي. طيب سؤال رقم ثلاثة. يقول جورج سيدل. القدرة على ربط الامور. ربط الامور بطريقة غريبة. هي محور الابداع الزهني بغض النظر عن المجال. ربط الامور يعني ايه? يعني قابلية التعلم للانتقال. بمعنى ان انا تعلمت حاجة في الانجليش. ففي حاجة مقربة لها او شبهها في الالماني او في الاطالي او في اللاتين او في الفرنساوي. فانا اخدت من هنا ونقلت هنا. ربطت هنا بهنا. يبقى انت عملت حاجة كده اسمها. قابلية التعلم للانتقال. طيب نروح لسؤال رقم اربعة. يقول باربرا جولد سميس. كانت الارض او كانت كالارض العدشة تمتص التعليم. ارض عدشانة عندها شغف. عندها كده رغبة. عندها ارادة في الموضوع. طبعا كده بنتكلم عن الدافعية. عرفتها منين يا مستر? عرفتها من كلمة الارض العدشة تمتص التعليم. وكأنه القوة المنحة يبقى هو كده كان عنده دافعية. طيب يقول عمر سليم لا تنتظر ان توهب لك القيادة. وعد وعد. تكون فاكرة نفسك هتوعد في مكانك لحد ما النجاح يجي لك على طبق من فضة وطبق من ذهب. مستحيل الكلام ده مش هيحصل طبعا. ولا هتوصل لتموحاتك وكيانك اللي انت عايز تحققه في المستقبل وشخصيتك ومكانتك ووضعك وسط الناس مش هيجي لك كده. بل تدرب وتعلم. انت لازم تشتغل انت. يبقى الدور الايجابي للمتعلم. عرفتها ازاي? الدور الايجابي المتعلم. عرفتها من تدرب. طيب رقم ستة. عدم السماح للطفل باللعب او منعه من مشاهدة الفيزة. يا مصر سويني بس. عدم السماح او المنع ده تعزيز سلب. الموضوع منتهي. عشر لعشر. طيب سويا رقم سبعة. يقول الخطيب البغدادي اجود اماكن الحفظ احسن اماكن. سويا يا مصر وبتكلم عن المكان. ها? بتكلم عن المكان واخد بالك. واخد بالك. بتكلم عن المكان. والبعد عن الملهيات. الحاجة اللي بتلهيني. يعني بتشتتني. خلاص يا مصر الموضوع واضح جدا. هو كده عايز الانتباه. عايزك تكون قاعد منتبه. كلام جميل. نختار الانتباه. وفيه كمان في السطر التانية يا مصر. وضجيج الاصوات. تبعد عن الضجيج وقوارع الطريق. تخليش نفسك قاعد في مكان يلفت انتباهك او يشد انتباهك ويبعدك عن المساكرة. يبقى هو كده عايزني اكسر انتباها واكسر التركيزي. سؤال تمانية يا رعب وحطب ان التعلم لا يحدث من مرة واحدة. مش هينفع تتعلم كرس مكسف. مش هينفع مرة واحدة. بل لابد من استمرارية العمل بطرق متنوعة. طرق متنوعة. رياح شوي. طب شوي كمان. طب نريح شوي. وهكذا. يبقى هنا بتكلم عن الممارسة والتعلم. طيب. يقول بادن باول. وجدنا افضل الطرق لاجراءة التدريب النظري. هو اعطاؤه عبر جرعات كصيرة. جرعات كصيرة. يعني ايه? يعني فترات كصيرة. يعني ممارسة موزعة. يبقى هنختار الممارسة الموزعة. سؤال رقم عشرة. طرح نظرية الجيش تلطية. فاكر الجيش طيب يعملوا ايه? ها? نظرات التعلم. يحتموا بالكل. ان الكل اكبر من المجموعة اجزاء. وطبعا هو هنا عايز منك طرق القراءة الجيدة اللي فيها استعراض عام للمادة قبل البدء فيها. عرفتها منين? عرفتها من الكل قبل الجزء. حدواشر. معينة النص تجعلك تفهم. عين النص في الاول تجعلك تفهم النص فهما عاما. سواني كده. فهم عام. يعني اطلاع عام على النص. كما تجعلك تحدد اذا كان هذا النص ايا كان نوع مفيدا لغرضك ام لي. يبقى لازم تعمل اطلاع مسبق للنص. اللي هي استخدام القراءة الجيد. انشغال الطالب بمتاعبه ومشاكله عند طلبه للعلم. مشاركز خالص. ده يتعارض. خلي بالك يا مستر. ده يتعارض مع الانتباه. ليه? لان انت معرفتش تتخلص من المشكلات النفسية. مش احنا شارطنا عليك وقالنا لك. تخلص من المشكلات النفسية عشان تبقى منتبه. تمام. سوى الرقم 13. اطلع على فهرس الكتاب اللي في ايدك. اطلع واخد بالك. انت فاهم يعني ايه? اطلع يعني كون فكرة عامة عن الكتاب اللي في ايدك. وتعرف على عدد الفصول وموضوع كل فصل. برضو خد فكرة مسبقة. خد فكرة عامة. واحدد المواضيع التي تهتم بتصفحها ثم اذهب لكل فصل واقسمه الى. خدت بالك. مش من العموميات الى الخصيات. هيحط خطوط عريضة سمه خطوط اه ارفع منها او اكسر منها دقة او اكسر منها تخصص. يبقى هو بيعمل حاجة اسمها طرق القراءة الجيد. طرق القراءة الجيد. سوى رقم 14. لا مانع اذا اتيحت لك الفرصة وسمح وقتك ان تكتب الاقوال التي اعجبتك. تكتب تدون الاقوال التي اعجبتك او تلخص سوان بقى كده. تكتب وتلخص. يبقى انت قاعد بتذاكر سلبي ولا نشيط. طبعا نشيط يا مستر عشان خطر كلمة تكتب وعشان خطر تلخص افكارك. يبقى انت كده شغال بفكرة المشاركة النشطة. سؤال 15. بعد الانتهاء من قراءة كل قسم. انت قرأت كل قسم داخل الكتاب اسأل نفسك عن النقاط المهمة. اسأل نفسك عن النقاط المهمة التي تضمنها هذا القسم او هذا الجزء. عايزك تعمل تلخيص بعد ما بتذاكر. عايزك تعمل تدوين بعد ما بتخلص قراءة الفقرة معانا. يبقى هنا عايزك انت مشاركة نشطة طبعا. طيب يقول دكتور احمد هارون اطرق متاعبك على باب الكتاب. وانت بتفتح كتابك ده من بره. سيب المتاعب بتاعتك بره خالص. ادخل جوه بالزهن صافي. ما تدخليش جوه انت شيل مشاكل كتير وعمال تفكر في المواضيع. اه مش موضوعنا دلوقتي خالص. انت حطيت نفسك في دايرة مش بتاعتك. فهو بيقول لك اطرق متاعبك ومشاكلك النفسية ومشاكلك الشخصية. ارميها بره كتاب خالص. واجنب نفسك التفكير فيها. وانشاغل بس بالهدف. لان الحاجات دي هتشغلك بره الهدف. يبقى هو انا عايزك في قمة الانتباه. سؤال سبعتاشر. الاحساس بالكآبة. او القلق. وضيق الصدر. مهموم. غالبا يفقد القدرة على التركيز الفعال. طبعا الكلام ده كله بيحزرك ان انت لازم تكون في قمة الانتباه. تمنتاشر. استخدام المعلومات المكتسبة. انا عندي معلومات اكتسبتها قبل كده. وهستخدمها باستمرار يرصخها في الزهن. طبعا كده هو مفروض بيطلب مني حاجة اسمها المشاركة النشطة. تسعتاشر. تجنب المذاكرة في حالة الارهاق. لو انت مرهق او انت متعب نفسيا او انت عندك تعب جسدي. تجنب المذاكرة. ليه? لانك مش هتكون في تركيزك. مش هتكون في قمة تركيزك. فهو هنا كده بيدعوك الى الانتباه. زي مون تخلص من المشكلات النفسية. سؤال عشرين. اي فعل او حادثة يرتبط تقديمها للفرض بزيادة في السلوك المرغوب. السلوك المرغوب مما يساعد على زيادة جوانب كثيرة من السلوك الايجابي فيها الاطفال كالمهارة في الحديث والتأدو في الانجاز. طبعا السلوك المرغوب المفروض ان هو التعزيز. واحد وعشرين. من الطلاب والرغبة والرغبة نحو ايجاد انشطة اكاديمية وتحقيق النجاح فيها العملية التعليمية يشير الى الطلاب نفسهم. هيعملوا انشطة. يبقى كده هم ليهم دور ايجابي. دور ايجابي. دين وعشرين. المدركات التي تقف وراء السلوك. لا اسف المحركات التي تقف في محرك داخلي قلناه في اول شرح. محرك داخلي بيقف وراء السلوك الانسان طبعا هو الدافعية. حالة داخلية عند المتعلم حاجة داخلية تدفعه. طبعا يا الدافعية طبعا. عشان كلمة حالة داخلية اهو. وكلمة تدفعه. سلوك 24. تقوم هيبه بمذاكرة مادة علم النفس على فترات. اذا الموضوع ممارسة موزع عرفت ازاي من كلمة فترات? 25. يفضل مصطفى مذاكرة مادة التاريخ دون ان يتخلى لها فترات راحة. مصطفى بقى من النوع اللي هو الحريد بقى يجيب الكتاب يقعد من فيش فترات راحة. طبعا هو بيعمل ممارسة مركزة او مكسفة. طيب ننتقل لسؤال 26. يقوم محمد بترخيص الدرس. محمد بيلخص الدرس بنفسه. واعداد خرائط زهنية لكل مادة. طبعا محمد ان رجل بيزاكر بايجابية? يبقى الدور الاجابة المتعلم. ولو كان فيه المشاركة النشطة وكان قال لي هنا في نهاية السؤال يشير زلك هو هنا بيقول احد مبادئ التعلم جيد. يبقى الدور الاجابة المتعلم. طب لو قال احد اسل اسكر الفعال. يبقى المشاركة النشطة. 27. دراسة مادة الرياضيات تسهل مادة العلوم. قابلية التعلم للانتقال. تمام? ليه? التعلم انتقل من مادة راحة لمادة تانية. يقوم محمد باعداد جدوى المذاكرة. محمد بيعمل جدوى المذاكرة. وقام بتخصيص مكان معين للمذاكرة. محمد عايزي بقاعد منتبه لانتخصيص المكان من شروط الانتباه. 29. يقول نانسو المانديلا. العزيمة. حلو. الاراضة هي كلمة السر وراها التغلب على اي شيء. لو عندك دافعية هتعد في اي حاجة. يبقى الدافعية. سؤال 30. العلاقة بين المشاركة النشطة والدوري الاجابة المتعلم طبعا علاقة ترضية. لان كل ما المشاركة النشطة هزيد دورك هيبقى ايجابي اكتر. صادف اول يوم امتحانات الثانوية العامة فرح احد الجران. حب احظك بقى كده اول يوم ليك في الثانوية العامة في احد من الجران عنده فرح. ولكن استطاع احمد ان يزاكر رغم الضوضاء. رغم الضوضاء يبقى هو كده عنده امتباه. 32. قام احمد بتجهيز درسا جهز الدرس الرجل حضره في مادة الجغرافيا ولخصه اعد خرائط الخاصة به وطرحة الاسئلة. الخاصة بالتعلم وفق الموقف السابق يكون قليل جودة مستحيل طبعا ده يكون كسير الجودة. اعداد مسبق للدرس. 33 يقول انا تول فرانس ابحث انت انت عن المعرفة فالمعرفة لا تبحث عن احد طبعا قلنا اكتر من مرة لما يكون نركز على المتعلم وعايزك انت تقوم بالدور باسم الدور الايجابي للمتعلم. سؤالة 34. قيام الطلاب ببعض التمارين التي تنظم التنفس والتي تساعدهم على التخلص من المشاكل النفسية. النفسية يبقى هم عايزين يكونوا في قمة الانتباه. 35. يقول جورج سانتيانا الانسان الذي تعلم في المدرسة فقط هو انسان غير متعلم. يعني ايه الكلام ده? الراجل اللي بتعلم في المدرسة بس وروح بيته ما بيتعلمش او ما بيذكرش ده مشاركة غير نشطة. 36. يقول جابر عبد الحميد ان ابراز اهمية الموضوع للطفل قد تحرك القوة الضرورية للتعلم طبعا. عرفوا ان الموضوع مهم. عرفوا ان هو عنده دافع عشان تحرك القوة الضرورية اللي جواه. سؤال 37. ما لديها اهداف واضحة ومكتوبة سوف يحقق اكثر بكثير وفي وقت اكثر بكثير من هذا الذي ليس له اهداف مكتوبة. طبعا هو هنا بيكلمك على زيادة الرغبة في الاستسكار. سؤال 38. يقول جيمس النتائج الكبيرة تحتاج لطموحات او المسمع كلمة الطموحات يبقى طبعا الدافعية. سؤال 39 يقول ابراهيم الفقي او الدكتور ابراهيم الله يجب ان يكون احساسك ايجابيا مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات ومهما كانت المؤثرات الخارجية مهما كان في مشاكل اجتماعية لازم تكون منتبه لمستقبلك ومنتبه لدراستك. سؤال رقم 40 يقول زيجلر يقول الناس ان التحفيز التحفيز لا يستمر تأثيره طويلا لذلك ننصح به بشكل يومي. التحفيز يعني التعزيز. حد هنا نكون وصلنا ليه نهاية الاربعين سؤال ونهاية مش عايز اقول يعني مجموعة النصائح اللي انا عايز اقولك عليها بس حرفيا يعني يعلم الله عز وجل مكانتكم عند كلكم بلا ساسناء. ان شاء الله ان شاء الله بازن الله هفرح بكم جميعا وبنجاحكم بازن الله تعالى ان شاء الله. تحياتي لكم مصر محمد علي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.